الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيس اتصالا هاتفيا من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تناول سبلة عزيز العلاقات الثنائية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا خلال الاتصال ترحيبهما بالزخم الذي يشهده التعاون بين البلدين في الفترة الأخيرة وحرصهما على توسيع آفاق هذا التعاون لتشمل مختلف المجالات بما يتفق مع روابط الأخوية بين الشعبين وقد أكد الرئيس السيسي في هذا الصدد حرص مصر على أمن واستقرار وسيادة الصومال الشقيق على أراضيه ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية كما أكد المتحدث باسم الرئاسة أن الاتصال تناول الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي حيث أكد الرئيسان حرصهما على ضمان أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن بما ينعكس إيجابا على القرن الأفريقي وشعوبه وشدد على رفض أي إجراءات أوحادية من شأنها الإضرار باستقرار المنطقة منوهين إلى ضرورة الاتزام دول الإقليم كافة بأطر التعاون بما يحقق الاستقرار والتنمية لشعوبه شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين الدستورية لكل من رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود ورئيس هيئة نيابة الإدارية المستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان ومنح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من رئيس مجلس الدولة السابق المستشار عادل فهيم عزب ورئيس هيئة نيابة الإدارية السابق المستشار حافظ أحمد عباس هذا وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة نيابة الإدارية مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق وفقاً للدستور والقانون ومشيداً بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن أكدت الحكومة أنه سيتم البناء على ما سبق خلال الفترة الماضية لتحقيق اطلاقة كبيرة في مجال الصناعة وفق معايير جديدة ودقيقة على أن تعتمد هذه الانطلاق على سواعد العاملين في وزارة الصناعة وهيئاتها التابعة لتصبح في طليعة الوزارات الناجحة في الدولة وخلال اجتماع مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة أكد نائب رئيس مجلس الوزارة للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة كامل الوزير أن الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة للنموض بالصناعة المصرية مشددا على أنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة وجباليا وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأغولا في حي الدرج بمدينة غزة مضيفة أن خمسة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال استشهدوا في استهداف لقوات الاحتلال على جباليا البلد وأشارت وفا إلى أن مدفعية الاحتلال استهدفت بيت لهيا ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدر أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي المساد ديفيد برنيع سيسافر إلى قطر لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق صراح المحتجزين والتي من المرقح أن تجر اليوم وأضافت رويترز نقلا عن المصدر أن برنيع سيلتقي برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في محاولة للتقريب بين إسرائيل وحركة حماس طالبت النرويج إسرائيل بالتراجع عن الاستيلاء على أكثر من 12 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان إن سياسة إسرائيل القائمة منذ فترة طويلة على نزع الملكية والاستلاء على الأراضي وإقامة المستعمرات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقود الجهود الجماعية لتحقيق حل الدولتين والتوصل إلى حل سلمي لإصراع وأكدت الخارجية النرويجية أن المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية بمجاب القانون الدولي وتشكل تهديداً كبيراً للسلام والأمن في المنطقة